تعرفي من زمان من أنا وصغيرة أكتر شي كانوا الناس ينطقدوني فيه وكانوا يعلقوا عليه ويتنمروا علي فيه هو أكتر شي كانت ناجحة فيه اللي هو عالمي المكياج أهلاً واضح تفضل أهلاً وسهلاً فيكم واضح أنا فرح خير بروفشنال ميكوب آرتست من سوريا أنا كنت مهوسة بشي اسمه بعالم المكياج أنا مو بس مهوسة بالمكياج أنا مهوسة بالديكور مهوسة بالفاشن ومنات ما كنت صغيرة كنت جداً 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 هاي الموهبة كانت ظاهرة علي وكنت من أول ما بلشت حط أول لمسات مكياج كان كل المحيطين فيني يقولوا أنه أنت ما معقود شو شاطرة حتى أكتر شي كان بيلفط نظر أي شخص بيقابلني لأول مرة هو الميكوب لهيك هذا الشي خلاني أتشجع أنه لازم أنه إذا هيك أنا كتير شاطرة بالمكياج لازم أدعم هذا الشي أكاديميا وهذا كان العمر كتير كتير صغير يعني طبعاً عالم المكياج يعني أنا أنا كل ما أكون متضايقة بنزل بغرق ورح المراية بكون سعيدة كتير بفرغ طاقتي بثلتة أربع خمس ساعات برجع فرش برجع ما عندي ولا مشكلة ما عندي هموم بحس أنه اللي بيميزني أكتر هو إحساسي يلي أنا عم وصفه من خلال موهبتي ومن خلال أدواتي بمجالي اللي هو المكياج أنا شخص ما بحب بكون إلا هادف وبحب بوظف فكري اللي بحسه من خلال أدواتي مثل ما قالت لك فأنا اليوم أكيد بحب بوظف رسالتي يلي بتقول أو بتوعي فيها الشباب لمجموعة نقاط أنا بلاقيها كتير مهمة اللي هي أرض وتراث وتاريخ فبحب أنه اليوم صلت الضوء على كل هذول النقاط بطريقتي الخاصة طبعا برسائل مختصرة كتير برسمات مختصرة كتير ممكن تشوفي مثلاً لك فلسطين يلي هو كمان لقى تداول ورواج كتير كبير على السوشيال ميديا يلي كان فعلاً هو مؤثر وحقيقة يعني أنا كان كتير مؤثر من سبلقلي وكان كتير حقيقي وعلى فكرة كمان أنا لما بعمل هذول اللوكات بكون ما عندي هدف منه أنا أنشرها يعني أنا بعملها حالة إنسانية بحت ترتبط فيني أنا كشخص ولكن بنفزها مثل ما قلت لك كتفريغ طاقة على نفسي بعد ما بينجح اللوك وبعد ما بيطلع صحيح وبعد ما بيشوفوه كل الموحيطين فيني عائلتي زوجي وأهلي وأمي وكلهم بيقلوني إنه لازم تنشري لازم تشاركي مع العالم شاركه وبيلاقي رواج وبيبقى عندي خوف دائماً من مشاركته حتى ما أنفهم غلط أنه أنا عم بيستغل موقف أو عم بيستغل قصة ولكن أنا نهائياً هذا الموضوع بعيد كل البعد عن أفكاري وعن أسلبي بالتقديم أنا في أسامي كتير بفتخر بتعامل معها في عندك الفناني صاحبة الصوت العذب شهد برمضة عندك أسامي عندك الفناني جيني أسبر فناني رانا أوبياد نازلي رواس في كتير أسامي كتمثيل كمان تعاملت معها ولي الفخر إنه تعاملت معهم يعني أهدافي ما لا حدود طموحي ما لا حدود ولا مرة كان في حد لهدف ولا حد لطموح عندي السماء وعندي كل هالمجال وأنا بنسبة لقلي بحر المكياج الدامي ووين ما عم بصل لسه بعد بدي أكتر ترجمة نانسي قنقر